أشيخ كثرت الأنعام ولله الحمد في زماننا هذا عند الإفطار بعض الناس يترك السنة ويترك التمر ويبدأ بالحلويات وغيرها أشيخ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات إذا كان وقت الرطب نعم وإن كان في غير وقت الرطب يفطر على تمرات وهو الرطب المجفهة وإذا لم يجد فإنه يتجرع حسوات من ماء ويذهب للصلاة عليه الصلاة والسلام على رطبات فإن لم تكن فتمرات فإن لم تكن فعلى جرعات من الماء نعم